اهلا وستهلا بكل أستاذ المشاهدين اللي بيتابعونا ومشوفونا على شاشة القارة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي المطبخ النهاردة مطبخ مصري بيعجبني في المطبخ المصري كل محافظة مستقلة بأكلة كده مشهورة اخوانا في الشرقية لها عندهم مثلا الحواوشي بلد معينة كده شطرة في الفطير المشالكة والحاجات دي بحري الكشر البحري اللي هو العطس الأصفر بالرز المصري بتاعنا في الصعيد الكشر الصعيدي اخوانا في اسكندرية يقولك الكبد الاسكندراني الملوخية الاسكندراني الجنبالي الاسكندراني بس فيه أكلة بقى مشهورة جدا من أيام اليونانيين اسمها المزاليكا مزاليكا دي مصطلح يوناني الله أعلم إذا كان يوناني أو أيا كان ولكن الطريقة بتاعتها نفسها تفتح الشهية اللي هي حلويات الخروف عموما سواء اذا كان كبد وكلاو ومخاصي كل ده مع بعضه بياخد فلفل الألوان وبصل وتوم ولكن كالعادة الشيف المغازي للتركاية بتاعته بتبقى فيها شوية زفارة شوية خاصة لو كانت ضاني فص المستيكة هنا أو قليل من المستيكة بيمنع الزفارة اذا كانت ضاني أو أيا كان معها طبعا العدل بتاعها شوية لسان العصفور بالجزر أنا بيعجبني السكريات اللي موجودة في الجزر مع لسان العصفور واخد البهارات واخد الفليبر إذا كان حبهان ورق لورو الحاجات الجميلة فلفل أسود الطبقة ده جميل جدا على فكرة ولو عندك شوية شربة في التلاجة بتاعت فراخ أو لحمة سابقا ياريت تستخدميهم مع الطبقة اللي عمله دلوقتي لسان العصفور بالجزر الصفرة بتاعتها عدلها أكيد طبعا صلطة خضرة دي معانا يوميا من خير أرضنا عندنا البصل والطماطم والخيار والخاص كل ده بيجمعهم طبق واحد بطريقة كنتي تست طبعا والفليبر ولكن البطيخ متحدد إقامته مع طبق جبنا ماشي بالليل كده اللي طافة والجو ولكن نأكل البطيخ اسموزي أو نشربه اسموزي مع آس كريم ده الجديد الأطفال بتأكيد هيحبوه لما ناخد البطيخ ونشيل البزر منه ونضربه في الخلاط مع آس كريم مع تلج مع ورقتين يعناء أخدر بالتأكيد الطعم هنا هيكون طعمي تاني خالص وبختلف والبطيخ هيروح في حتة تانية ولو كان الآس كريم بالفانيليا بالتأكيد هيكون ألطف وأكتر بكتير للأطفال الحلوين أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن فيه تفاصيل كتير النهاردة مع المزاليكة من المطبخ الاسكندراني الإخواننا في اسكندرية أو أتراهوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل الطبيعي بنجهز نفسنا وأنا عايزك برضو لما تخش المطبخ تبقى زي الشيف كده برتب حاجتك كل حاجة مخسولة وجهزة وزي الفل الكبدة أو المزاليكة اللي معانا دي القلوب والكلاوي والمخاصي دي ما تتغسلش بعد التحضير يعني جبتها من عند الجزار يعني واحد ليه جزار صديق اسمه براكوتة براكات يعني فعايز منه لحما قال لي بقولك يا شيف انت محظوظه أمك دعيالك لسه عندي شوية مزاليكة كده شوية كبت على كلاوي لسه جايين طازة طول الدهملي أهم حلو بدأ نجيب الكلاوي بنجيب الكبت بنقطعها دلوقتي مكعبات مع بعض بالشكل ده كده أو نتبلها ونجهز البصل ونجهز الفلفل الألوان كل ده مع بعضه نشوف المقادير يا سيزاري حاب بعد إذنك مقادير المزاليكة الإسكندراني ممكن تعملها بالطريقة اللي انت حبها أنا هعملها النهاردة مع فلفل الألوان مع بصل والتوم البهارات بتاعتنا ملح وفلفل فص مستكة حلوة عشان الزفارة لأن دي معايا ضاني أهي زي الفل قطع الفصوص بتاعتك الكلاوي دي كده بالشكل ده كده حلوة قوي طبعا النصيحة مني قطعتها كده ما تتغسلش خالص ولا تجيبي جنبها الميا طالما غسلتها وهي سليمة ولو جابها من عند جزار معرفة اهو بالشكل ده كده قطع مقعبات صغيرة حلوة قوي الحاجات دي لما تيجي تخزينها في التلاجة لازم تخزينها في درجة تبريد عالية جدا المقادير على الشاشة كلاوي كبد مخاصي وبصل وتوم وفلفل ألوان بهاراتك ملح وفلفل والأساسة طبعا شوية فلفل حار حلوين كده ويا ريت تسأل ديوفك وتسأل حبيبك اللي انت عازمها من النهاردة على الطبق المزاليكة ده كده بتحبوها سبايسي كطر الفلفل الحار ولكن هي لازم تاخد فلفل رومي قطعناها بالشكل ده كده معانا كمان الحلويات بتاعة الكبدة الحتة دي داني براكوتة والله قال لي محزوز مساكها شفاها طبعا الحتة دي جاي دايما جنب الكبدة اهى هي مش دهون على فكرة الحتة دي حلوة على فكرة والجزار بيحبك هيدهالك اهى عايز اقولك دي يعني احلى حتة في الدبيحة زي ما مقولوا اهى هي مش دهون بالشكل ده كده يعني هي لما تستوي دلوقتي هتبقى حاجة لطيفة اوي هنقطعها دلوقتي كده مع بعض اهو بالشكل ده كده مكعبات برضو معانا المخاس دي برضو نقطعها كده الراجل الطيب من دهيلة متنظفة جاهزة يسلم ايده اهو يعني انا دايما بقول الجزار ان احنا نكون بينا دايما اه سلة رحم بينه يعني اه في الحتة جرنا حبيبنا معروف ابويا والدي مامتي كان بتتعامل معاه اه والله اتجوزت وروحتي مكان تاني احنا فينا العداد دي اه باجيب لحمتي من البلد ليه الجزار عارفني وعارف بابا وعارف ماما حاجات دي كلها موجودة دلوقتي على فكرة يعني اعرف ليه اصدقائي ياخدوا اللحمة بتاعتها من الصعيد لو سكرت حتى راحت في اي مكان متعودين على الجزار والقطعية بتاعت الجزار ده ده اللي انا عايزه ليه بيبقى فيه اهتمام شوية مع طعية اللحمة عندنا المزاليكة متقطعة وجزاي الفل حالو الكلام معانا تسع النار هنحط فيها شوية زيت زيتون وعندنا فلفل وعندنا بصل وعندنا كمان فصي توم وعندنا شوية مستكة حلوين هنجب لانشة تانية كده عشان نقطع خضار بتاعنا زي الفل اللهم صلى على النبي معانا فلفل الوان ده هوت ومعانا بصل بيعجبني انا شكل الفلفل الوان بتاعته الحلوة دي كده زي الفل ومعانا كمان بصلتين حلوين عمد هناخد البصل ده كده قطع مكعبات المطبخ المصري اللي بيميزه انه ممكن كل يوم توعمل الطبق بتعمل مختلف يعني لو هتعمل صليت بطاطس بالفراخ مثلا مرة هتعملها بالطماطم مرة هتعمل الفراخ ما شوية من غير طماطم مرة هتعملها بالزبدة والليمون هناخد البصل ده كده زي ما هو الاول ينزل هو في النار مع شوية زيت حلوين اللهم صلى عن نبي الطاصة بتاعتك بتكون سخنة المزاليكة عايزة جريلة سخنة عايزة طاصة سخنة ايه الاخبار هنا نعل النار شوية نفصل مستيكة معنا ناخد الريحة بتاعته ده كده وننزل بالبصلة بتاعتنا دي كده الله حلو اهو الصانية دي هتخش الفرن الصانية اللي انا هحط فيها المزاليكة دي كلها هتخش الفرن اه حلوة معانا فلفل الوان فلفل الوان لازم اتقطع بالشكل الكبير ده كده ممكن على فكرة تعملها بتوم وبس وبصلاية بس انا بحب دايما معا الفلفل الوان اهو حلوة نفس القصة سكينتك تكون حامية بتقطيع الخضار بالذات ليه يا شيف مغيزة علشان السوائل بتاعت الخضار بتنزلش على البلانشة ودي الفلفل الاصفر بتاعنا الله ما صلى على النبي نفس القصة وهو الفلفل ده برضو عجبني لونه والبرتقان ده كده وده نادر وجوده يعني اهو حاجات دي كنا زي ما نصور معاه سلفل دلوقتي الحمد لله عندنا كل حاجة وبصراحة انا بشوف دلوقتي البطيخ الفواكه بنشهد يعني حاجة جميلة بتاع ما الحقيق وبشكلات طبيعي المش مش السنادي البطيخ دي نعمة من عند ربنا والله العظيم الحمد لله اهو ناخد البصل ده كده برضو ده كرات افرنجي قطعه كده بنحطه في قلبيها هي دي المزاليكة اهو الله تسلم ايدك عم نشيك هناخد الخضرة دي الخلازة مية كده شوف انا هشتغلها ازاي حلوة اوي ونجيب بقى ايه مولة كده حلوة الله مصلى على النبي دي طريقتي والله انت ممكن تعملها بطريقة تانية في حاجات كده يعني ممكن نبدع فيها يعني زي الكبدالاسكندراني الحاجات الحلوة اللي احنا بنحب ناكولها هناخد كل المزاليكة دي كده بعد بعضيها سامع شوفيه الكلام الحلو ده يخليك تفحت في الزلط والله يا العظيم اذاك اشكرك بشكورك والله من خلال شاشة القناة الاولى محظوظ يا شيف حب الناس وحب على فكرة حب حضراتكم ده اللي بيخلينا نوصل لقلوبكم بسهولة لان احنا بنتكلم من قلبنا بنحاول نوصل لحضراتكم بتلقايتنا بطبيعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده اه انا عملت ايه دلوقات خدت المزاليكة كلها عم نشيف حاطتها ببولة حاطت عليها توم مطحون نايم البهارات بتاعتنا فلفل اسود شوية الملح التمام حلوة اوي كل دمعة بعضيه اهه زيت زيتون وعند الخضرة في قلب النار وحنحط شوية عصي الليمون عليها كده اهه ونقلب كل دمعة بعضه المزاليكة مع التوم مع البهارات ملح فلفل ايه الحلوة دي اه 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 شايفين الجو ده كده اه تقلي بها كده اه هنعمل ايه دلوقتي بقى فيه طريقتين ياما دي تاخد صدمة نارية قبل الخضار وننزل عليها بالخضار ياما طريقة الشيف المغازة عندنا فرن درجة حرارته عالية جدا والشبكة فوق بتاعت الفرن قريبة للنار هاخد المزاليكة دي بعد بتابلتها بالشكل ده كده بالتوم بالبهارات بتاعتنا طعم الحلو ده كده وسقطها على وش الخضار كده ايه الحلوة دي عمشيته ايه الهدف من هنا بقى الهدف من هنا الخبرة التهوية اللي حضراتكم اتعودتوا عليها مني التركاية ان المزاليكة دي بالتوابل بتاعتها هتنزل بهريز هتنزل سوسات هتنزل طعم هينزل على الخضار بتاعنا بالشكل ده كده هناكل الخضار ونسيب المزاليكة دي على فني عمشي فيه زي ما هي كده هندخلها الفرن زي ما هي مش هاجي جنبها بحاجة كل اللي انا هعمله معايا قرنين فلفل حلوين كده برزنتيشن حلو اهو بالشكل ده كده علشان اللي بيحب الحار علوش هنا كده اللهم صلى على النبي اهو وهندخلها الفرن في درجة حرارة 200 زي ما هي كده مخرجنا الجميل صلى على الحبيب قلبك يتيب بنرفع الشبكة بتاعت الفرن فوق تبقى قريبة لدرجة الحرارة من فوق بالشكل ده كده اهو حلو parasite يلا بينا يلا بينا اهو ايه الحلاوى دي اهو زي ما هي كده اهو 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 حبيبي اسزيت المصورين اهو 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 الصورة الحلوة على البوتاجاز تتحدث عن نفسها هناخدها بятаكا كده واتخش الفرن اهو المزليكة على طريق الشيف المغازئ اللهم صلى على النبي اهو قول لي افل الفرن اكافله صلى على الحبيب ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي يلا ناخد بعدينا وهنطلع فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل نشوف عدل المزاليكة ممكن يكون رز بالشعرية ممكن يكون رز عبيض عادي هنعمل النهاردة لسان العصفور بالجزر وما تنسوش التركاية بتاعة المغازي اللي تخلي الجزر يفرض شخصيته على لسان العصفور اوه هتروحوا بايه بتابعوني بعد الفاصل وارجعنا لحضراتكم بعد الفاصل هنشوف مع بعض ازاي نعمل شوية لسان العصفور بالجزر لسان العصفور بنعمله شربة نعمله طاجن ممكن نعمله مع كبد وكلاوي نعمله مع لحمة مفرومة زي ما انت عايزة مقاديره على الشاشة جزر متقطع مقعبات صغيرة قد حباية البسلة تقريبا معانا على لسان العصفور ده كيز بتشتريه من السوبر ماركت ومعانا بصل ويتوم والبهارات بتاعتنا شوية حبهان على شوية ورق لاورا والميادير على الشاشة تصورها بالتليفون تكتبها ورايا زي ما انت حب حلو؟ تعالوا نعمله مع بعض اعتقد ان هو سهل بس خدوا من الشيف المغازي التركاية ايه؟ لسان العصفور بيحب الطعم وقت التحمير انا حطيت معلقة زيت صغيرة بحط عليها معلقة زيت صغيرة معلقة زيت صغيرة معلقة سامنة كده حلوة عشان يبقى طعم حلو نار شديدة بنزل باللسان العصفور يتحمر اللهم صلى عن نبي اهو واعمل شوية حلوين كده عشان ادي الجرط طبق حلو صلة الرحم طبق اه رزب شعرية شوية لسان عصفور رزب لبن مهلبية المزاليكة اللي انا عاملها دي في طبق حلو كده وتصبحي على جارتك صلة الرحم وجبران الخاطر مطلوب حتى لو بطبق حلو هنقلب اللسان العصفور بيحنا شغالين كده اهو تحميرة دي مهمة اهو ياخد لون ولما ياخد لون هيبقى من فلفل عكس ما انا حط عليه الشربة اهو احط الجزر وهو لسه باخدش لون ممكن يعجل منك اهو ده اللسان العصفور اللي احنا ممكن نعمله رزيتو وعملناه قبل كده يوم الاربع اللي فات حطيت حبهان حطيت ورق لورو حطيت قرنفل حمر كده وانا شغال ياخد لون لسان العصفور وهو بياخد لون يا عم الشيف بننزل في النص كده ببصلية نعمة ده الجديد بقى اهو دي البصلية ايه شوفت الجوي ده كده بصلية مفرومة ناعم ما تبانش تيدي طعم سبها كده تتحمر وانحنا شغالين مع بعض اهو زي الفل بتجيب الجزر ده تقشريه يتقطع مكعبات صغيرة بالشكل ده كده البعض بيحطوا مبشور انا مش بحبوا يتبشر لان لو اتبشر بيبقى طايح ما بين لسان العصفور يفضل يتقطع كريهات صغيرة كده بيبقى شكله لطيف مع لسان العصفور بننزل بالنعنعة ده كده والرزماري ده كده في قلب لسان العصفور هو بتحمر شفت الجوي ده كده فليفر ده ده طعم ده اه 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 ده ما بقاش لسان عصفور بقى ايه موسوعة موسوعة علمية طهوية خبرة طهوية اه طعم هنا بيتغير اه حال زي ما انا شغلت كده زي الفل البهارات بتاعتنا الله هو ما صلى على النبي معانا شوية بابريكا شوية كركم صغيرين شوية فلفل سود شوية ملح مع لسان العصفور يتحمروا كده اه 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 زي الفل ونقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيفة المزاليكة في الفورن انا مش قلقان انا عايز احمرها من فوق الخضار خاد الصدمة النارية المزاليكة بتستوي وبعد كده بينزل السوس بينزل البهريز بينزل الطعم مع الخضار بتاعي هنقدمها لحضراتكم دلوقتي ادي لسان العصفور بتاعنا بالشكل ده كده ننزل بالجزر اهو ده الجزر بتاعنا متقطع مكعبات يا نعم حاضر يا فندم هقول حالا دلوقتي هقول بس بعد ما شم الريحة الحلوة دي كده يا فندم ايه الجمال والحلوة دي ده اللي عشا فيه لسان العصفور مع الجزر خلص الكلام ما فيش هنا لسان العصفور خلاص الجزر هنا له شخصيته اه 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 زي الفل نزبط الطعم اه اه بس قالك اتعل على الرز لما يستوي بس ايه عم الشيف لازم يغلي لازم يبقبك قدام عيننا كده ونوطع للنار اه طعم ده كده نسيبه اه الفراخ المحمرة لها طريقتين يا اما نخليها ونقطعها ونحمرها زي ما هي في صانية في الفرن مع شوية بوهرات حلوين من الحبهان والورا اللورا والمطحون مع الفلفل اسود الطريقة التانية بنجيب الفرخة سليمة زي ما هي ونقطعها لتمن قطع ونتبّلها ونحطها في صانية مع بطاطس من كعبات وتبقى الفراخ متحمرة مع صانية بطاطس الطريقة التالتة ودي طريقة امي رحمة الله عليها كانت تسلق الفراخ وبعد ما تسلقها تشيل الفراخ من قلب الشربة وتحمرها في قلب الصانية وفي قلب الطاصة مع معلقة سامنة بلدي ماقولي كيش لسه ريحية الغيط دلوقتي عايش هالقصة دي كلها خلي بالك اه تعالوا معاشوف الاخبار اللي صلى عصفور بيستوعى النار هنسيبه كده علشان مخرجنا بيحب يتفرج عالصورة الحلوة نبص على المزاليكة يا أخبار إيه صلى على الحبيب أنا هوريك بس كده من بعيد كده ودلعك اه اه بص عليها اه لسه هسحبلك بره شوي عشان بحبك اه اه المزاليكة بص عليها كده وصلى على الحبيب قلبك يتيب اه 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 تعيس تعور إيدي اه 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 هيا الفكرة في ايه فكرة الطريقة اللي انا استخدمتها دي دلوقت عشان انتم بحضراتكم معارفين هو العادي او الطبيعي ان احنا بناخد المزاليكة والكبدة الاسكندراني ننزلها في قلب الطاصة مع زيت وتستيو وتتحمر وننزل عليها بالخضر دي طريقة هنا بتبقى الطعم واخد سكت سكتين الفلفل والخضرة واخد طعم والمزاليكة او الكبدة الاسكندراني واخد طعم اما طريقة هي نفس الطريقة بس انا شوية فيها خبرة طهوية خدتها تبلتها خدت الخضار عملته صدمة نارية اول حاجة البصل مع الخضار بتاعنا خدت المزاليكة بالتدبيلة بتاعتنا كلها حطناها على الوش وحطناها على الشبكة بتاعت الفرن هنا هي بتتشيو دلوقتي زي الشاورمة بتنزل البهريز بينزل على الخضار هنقلبها تقليبة ونقدمها زي ما هي كده بالف انا وشيفها مع لسان العصفور احنا عندنا طبعا عدل الاكل بتاعنا والصفرة دي بتاعتنا النهاردة هنعمل سموزي البطيخ لما نيجي نعمل سموزي البطيخ بنجيب البطيخة طبعا الحمرة الحلوة اللي معنا دي كده واحنا السنة دي محزوزين الحمدلله رب العالمين البطيخ مفيش اطعم من كده والله انا عزب من الوقت ما طلع مفيش بطيخة جبتها ولقيتها مش حلوة فلوس حلال حلوة اه والله وقطع البطيخة اللي كل واحدة تبقى احلم التانية هنعمله دلوقتي مع بعض الايس كريم او نعمله سموزي البطيخ بالفانيليا نطلع فاصل ونكمل يا شباب زي ما اتوا حابين طيب تقلع لما يجينا الخلاط انا عايز اعمل طبق صلطة حلو دلوقتي مع حضراتكم الصلطة اللي عايز اعملها دي الصلطة الخاص بالنعناع مع زيت الزيتون الصلطة دي باهديها لحضراتكم يا مقديرها مش موجودة عمان سوزر حاب ولكن كالعادة الشي في المغازي تعودنا منه لما بيكون معاه وقت بيضيف لنا حاجة جديدة الصلطة دي عبارة عن خاص كابوتشة وخاص بلدي معها زيت زيتون معها نعناع اخضر معها عصرة ليمون هتسيب كل حاجة عالصفرة وتاكل الصلطة دي لانها قيمة غزاية عالية جدا اولا العد وامساك بيعالج الامساك بتساعد على هضم الاكل بتريح المعدة خاص مع نعناع وزيت زيتون وعصر ليمون وفاصي توم ناية تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة الخاص يتقطع جوليان بالطريقة دي كده الصلطة دي انا بحبها مع طبعا بما نتبطيخ معانا الصلطة دي طبعا بالشكل ده كده ممكن تحط معها جبنة الجبنة القريش بتاعتنا الحلوة بتاعت السعيد الحلو شايفها هذا الخاص بالشكل ده كده وناخد دي كمان نقطعها بنفس الطريقة الصلطة دي بتاعت الشيف المغازي انا لما بخش المطبخ بعمل الصلطة دي كده الخاص يتقطع جوليان كده بالشكل ده كده بيبا سريع المضغ سريع الهضر يتابل بسرعة شايفينه الخاص اهو زي الفل ونفس الطريقة برضه كده دي تزيل عليه بالسكينة بالطريقة دي كده طبعا ده بيتغسل قبل التقطيع الخاص الكابوتش عموما يتحط في مية ساعة ويتغسل كويس ويتنعفه مية ساعة قبل ما نقطعه حالو معانا بصلايا حلوة الله هم صلى على النبي زي دي كده ده الجديد بنقطعها جوليان كده الله هم صلى على النبي اهو نص بصلايا كفاية بناخد البصلايا دي كده بيدينا الله هم صلى على النبي اهو شفت الحركة دي اهو اهو بالشكل ده كده اهو وانزل بها على وش الخاص كده ايه الحلوة دي عم مش شيف ايه الجمال ده دي الحاجة اللي بتطلع بقى اللي هي اسمها ايه الروحانيات حلو الكلام اه معانا ايه عم مش شيف حلو قوي فلفل ده كده اهو دي الحاجة الجديدة ونقطعها مع بعض صغير كده عايزك لما تخش المطبخ انا باعتبر الصلطة دي زمان كانوا يجيبوننا كده في حاسة الرسم ورق دفتر الرسم ورق كده كبير والقلم والالوان ولون طلع بقى حلامك وطلع اللي يرسم عربية بيحلم انه يركب عربية اللي بيرسم عرسته في المستقبل اللي بيرسم البيت اللي هيسكن فيه حاجات دي كلها طبعا عشناها زمان ايام الطفولة ايام اللي ابتدائية حلو الكلام احنا ده كله مع بعضه معانا فاص التوم ناي شوية الملح التمام الصلاة دي او سيزاري حاب مش في المكرر خلي بالك برا المكرر شوية ملح زي الفل عصر تليمون زيت زيتون حلوة اوه كل دول مع بعضي عم مش شيف ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي اه وده على فكرة التابل قبل الاكل مباشرة يعني احنا بنحط الصفرة دي تتحطي جنب الاكل تبقى لطيفة وجميلة عصر تليمون معانا اهو وتعالوا نغرفها في الطبق الحلو ده كده ونقدمها لحضراتكم زي الفل تمام اهو ده الطبق التقديم بالشكل ده كده حلو اه اه ودايما السلطة لما تيجي تعملها لازم تبسكها كلام مع بعضها كده بايدك مش بمعلاء وشوكة اهو الورقية تبليها لو بتعملها السلطة وقت ما نقعد على السفرة الف هانا وشفة للي ياكل من السلطة دي اهو يا سلام الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها حتى لو كانت طبق سلطة اهو 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 الصلطة دي باهديها لكل سادة المشاهدين لمشاكل القلون لمشاكل الامساك الف هانا وشفة هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا عندنا انتاج النهاردة عندنا مزاليكة في الفرن هنبص عليها ونصلى على الحبيب معانا طبق اللي سان العصفور بالجزر البطيق بتاعنا هنعمله سموز النهاردة بقى اس كريم الفانيليا بهديه لكل الاطفال الحلوين اللي بيحبوا الشيف المغازي اهو اتراحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل مرجعنا لحضراتكم بعد الفاصل انا والاستاذ المخرج بنرتب المزاليكة تطلع فيني دايما يقولك في المقدمة ده الطبق الاساسي المزاليكة نبص عليها كده في الفرن قبل ما تطلع عينية حاضر اه وقوله الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها اه الله مصلى على النبي ايه الحلاوة دي عميش عايزك تعمليها النهاردة بالطريقة دي الجوزك ولولادك اه وقول ليه رأيك فيها الله مصلى على النبي اه المزاليكة على طريقة الشيف المغازي من المطبخ الاسكندراني نقول من على شاشة القناة الاولى نقول من الخبرة التهوية الاستخدامنا من الخبرة التهوية الاستخدامنا للمزاليكة والحاجات كلها مع بعديها زي الفل كده بالشكل ده كده انهم مصلى عنا حل? عايزين نعمل مع بعض الاسموزي الاول نغني في السنة العصفور بتاعنا الحلو ده كده ايه الحلاوة دي عميش ايه الحلاوة دي? ايه الحلاوة دي? والله انت مش حابب بمكن تأكل معها رزة ابيض حسب الرغبة يعني بس انا حبيت الجزر النهاردة مع اللسان العصفور الطبقة ده الاطفال هيحبوه كبار السن اللهم اصلى على النبي اهو يلا لسان العصفور بالجزر هنا شخصية الجزر اكوى من لسان العصفور خاد الفليفر بتاع الحبان الورق اللورو عندك شربة في التلاجة طلعيها شربة لحمة مسبكا شربة فراخ ما عندكش لده ولاده استخدمه مية عادي شيف المغازة هيعمل تركاية دلوقتي حلوة تفرج عليها اهو وانا شغال زي الفل هتعمل ايه يا شيف اهو واحنا مع بعض كده واحدة واحدة المزاليكة بتاعتنا طالعة من الفرن وفي مسلا يقولك من جور السعيد بيسعد صلى على الحبيب قلبك يتيب اللهم صلى على النبي هو ده المطبخ ده الرؤية ده الفن والابداع يرجع التاني مكانه اه اه الفانه وشافه تعالوا مع بعض نعمل اسموز البطيخ بالايس كريم لا جيبلي الحاجات الحلوة دي فينك يا شفي فين فين ده فين ده ايه ده اهو ده ايه ده شفت بتركاية اللي انا عملتها اقولها تاني خدت من المزاليكة شوية حب نزلت بيه مع لسان العصفور بتاع اللي بالجزر ايه شوية الحب دول يا شيف علشان اللي مش بتابع معانا ومش بركز معانا البهريز اللي نزل من المزاليكة في قلب الصنية بالخضار خدت ونزلت بيه على لسان العصفور بالجزر شفت المزاليكة مع الخضار ايه الحلاوة دي اهو زي ما حضرتكم شايفين كده الف انا وشافه تمام تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه مع السموز بتاعنا الخلاط بتاعنا زي الفل والله ما صلى عن النبي بتهتم بالبطيخ شوية وتشيلي البزر منه معانا ايس كريم فانيليا معانا تلك المادير على الشاشة شفناه اشتغل زي ما هو يغاله حاضر عناية والمادير على الشاشة بطيخ خالي من البزر ولازم لان لو في بزرتين ولا بزر هتبوزك الموت كله معانا كمان عمشي في تلك وايس كريم فانيليا وورقتين نعناه اخضر حالوا الكلام تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي سريعا واحنا مع بعض كده الاسموز ده الاطفال هيحبوه وتغيير يعني احنا عايزين مش كل شوية هنأكل بطيخ بالطريقة المعتاد انا جايبه كده برضو بتاع الطعاوة زي الفل معانا في قلب الطبق اللي حبوه كده اهلا وسهلا اهو زي الفل نحطه جنب اللي سالة عصفور كده الف انا وشفا ومعانا الكوبايات بتاعتنا النهاردة زودناهم واحدة اللهم اصل لعنبه طبق ده كده زي الفل اول حاجة هنحطها البطيخ بالشكل ده كده اوه ايه البزر مع عصير البطيخ او الاسموزي اه ونصيحة مني لما تيجي تعمل البطيخ عصيرة واسموزي خد اللحم البطيخ اللي جنب القشرة ده بيبقى مسكر شوية زيادة زمان كنا نمسك القشرة دي ما نخليش فاسلنا والله يا العظيم فين الايام الحلوة دي اه خلي بالك اه وخدي قلب البطيخة الجوزك وخدي الباقي كله ضربيه في قلب الخلاط شوية الباقي دول موامين جدا حالوة اوه بتتحاكوا انا عارف اه انا لغاية دلوقتي عدل ما دا بتقطع البطيخة تجي شايلة حتة من القلب كده مديهالي بعرف ان هي هتطلب حاجة على طول بعديها ننزل بالتالج ده كده تخافش عميهاب سبها على الله اهو هننزل ده كده اللهم صلى على النبي وراتين نعناق اغدر وراتين نعناق اغدر وراتين نعناق اغدر وراتين نعناق اغدر دول ورق من غير العروق بتاعته عشان ما يمررش اهو بنز اهو زي الفل واشغل الخلاط وراتين نعناق اغدر علامة شكرا علامة 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 خبس الكلام اي سموزي بالايس كريم هنعمل ايه كمان معانا ايس كريم فانيليا بداخد منه شوية كده نحطوهن في الكوباية دي كده ده الجديد بقى ده الحاجات الولاد يحبوها اه ايس كريم فانيليا في قلب الكوباية كده حاجة جديدة ممكن تعمله ايس كريم فانيليا ده في البيت كريم شونتي مع فانيليا تضربوهم في قلب الخلط بيبقى معك ايس كريم فانيليا او تشتري قلبة ايس كريم فانيليا من اي سوبر ماركت والعصير ده والاسموزي ده بيناسب ايام الحر اللي احنا فيها مش عارف السنة دي ليه الدنيا جاية حر كده هناخد ده كده ونسب الايس كريم بتاعنا الله ما صلى عنه بسم الله الرحمن الرحمن يا صبابين العصير حتى لو بطيخ زدوا حالاته او او الحاضر انية او حبيبي مصطفى معايا مصطفى احب انا مصطفى مصطفى شافيه او 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 ايه الحلوة دي ايه الحاضر يا فاني اعمل ايه اولولي اهو كل حاضر عناية اهو 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 هو الايس كريم باين كده من برا اهو 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 زي الفل الف هانا وشيفها لللي يشرب منه سموزي الايس كريم بالفانيليا على الشاشة قدام حضراتكم حالو الكلام؟ طبعا في الخلاط ده كله بتاعنا كل بقولك يا بختك يا شيف حالقيته النهاردة بساطة سهولة مرونة يديرت اخش المطبخ المصري في خلف الدم مصرية اينية اهو حالو مهم جدا وانت بتخش المطبخ عايزك يعني ايه ايه اي نعم اكلت الاكلة دي من ايد والدتك من ايد حماتك اهو الزمن الجميل طبعا احنا كلنا عارفين ولكن انا دايما معا ستتي البيت ان هي تضيف لمساتها في الطبق حتى لو كانت تجرب بامية باللحمة الضاني مرة تحمر البامية مرة انك انت اه تحط البامية اينية في اينية اينية حاضر ولكن المزاليكة النهاردة قدمتها بشكل جديد بطريقة جديدة الكاس كده زي الفل هود طبعا الايس كريم باين كده حاجة حلوة بنشوف بعض المحلات بيبقى طالع بشكل كده لطيف وحالو لا مش لازم نحط السوس الفراولة مينفعش السوس الفراولة هنا هي ضيع طعم البطيخ خلي بالك اينية يا فندي اهو اللهم صلى على النبي كل الليلة دي والبنيو الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده على فكرة عجبني حاجة واحدة بس الامانة صح السلطة اللي انا عملته اللي هو السلطة الخاص بزيت الزيتون مع البصل مع فص التوم مع النعناع الاخضر حاجة لطيفة وجميلة بتساعد على الهضم والتركيه انه جديد هنا خدت البهريزة اللي نزل من المزاليكة نزلت بقى على الكبده حضراتكم شفتوها وقلبت لسان العصفور خدت من طعم المزاليكة اصبح فيه انسجام دلوقت على الصفرة بتاعتي والمطبخ النهاردة مطبخ مصري ولكن بطعم تاني كالعادة من الشيف المغازي اللي لمساته اللي تركاته اللي بتحببنا في المطبخ وتخلي كل البنوتات الحلوين واللي متجوزين حديثا يخشوا المطبخ يعملوا اكل لازواجهم والاسرتهم رؤية فن ابداع بنشوفوا كل يوم على ششة القرارات الاولى والفضياء المصرية منين يا شيف من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة